طيب من الأشياء المهمة جداً اللي أنا ما بحبش أجهلها وأنا معايا شخص مسؤول محترم في اتحاد المصري كل قدم الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين دي من النقط اللي بعض الناس أحياناً تجهل الاهتمام بيها الفترة اللي جاية التعامل مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الأولمبي والشباب والناشئين هيستمر الموديلين الفنيين الموجودين في الفترة الحالية ولا في نية لأي تغيير هو الاتحاد الكورة خد قرارات لسه هتتاخذ بردوم 15 احنا معانا برضو عنصرين من كفاءة الكورة كابتن حازم ياميام والكابتن براكات طبعاً هيدرسوا الملفات دي كويس جداً للعرض على مجلس الإدارة بتشكيل الأجهزة الفنية بكل واحد بخطط إعداده بتدريباته بحكته بالبطولات اللي هيشترك فيها عجلت كلها هيتم دراستها وعرضها على مجلس الإدارة ومش هناخد أي قرار مجلس الإدارة مش هاخد أي قرار متترع بدون دراسة ولا إرضاء للإعلام هياخد القرار السليم المناسب لصالح الكورة المصرية أيوة دي نقطة بقى مهمة جداً ليه عشان هاسألك برضو على اسم تحديد وانا بحب أقول بالأسماع عشان ببشر الكلام الكابتن شاوي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي وقت أن تم إعادة تعيينه لإدارة المنتخب الأولمبي كان فيه انتقادات كثيرة جداً لاتحاد الكورة السابق أو اللجنة اللي كان بتدير الاتحاد الكورة في وقتها إنه ليه الكابتن شاوي غريب مرة أخرى وهو لم ينجح اتقال إنه لما اتحاد الكورة الجديد هيجي المنتخب هيخلص هيينهي مهمة الكابتن شاوي غريب ويشوف جهاز فني جديد للمنتخب الأولمبي رايح راكي أنا قلت في الأول إن اتحاد الكورة مش هياخد أي قرارات بدون دراسة وإحنا ما نقدرش ننكر النشاوي غريب لبصمات في الكورة المصرية وحقق إنجازات مع المنتخب الأولمبي وخد برونزية العالم ليه دور طبعا فمش هناخد أي شيء أي قرار بدون دراسة بدون اللجنة الفنية اللي هتجتمع وتقول قرارها ومفيش قرار هيتاخد مرة تانية إلا لصالح الكورة المصرية الاتحاد الكورة الجديد في الجمهورية الجديدة جاي بمهمة إعادة تصحيح مصاري الكورة المصرية ليس اتحاد ملوش أجندات ملوش أي شيء غير صالح الكورة المصرية وإحنا من سعداء الحظ إن إحنا نبدأ دورتنا بهذا النجاح الكبير للمتخب القومي إحنا محظوظين صحيح تمام؟ ولازم نبني عليه لصالح الكورة المصرية طيب